اشتركوا في القناة ان شاء الله ازاله انا سنبدأ هذه المحاضرة هذه المحاضرة السادسة من سلسل الدروس هذه الدورة قريبا كل طبعا ان شاء الله نبدلش شير في الشاشة ان شاء الله. طبعا احنا في اه المحاضرة الاخيرة. اغزر ما نعيناه في المحاضرة السابقة. اه تكلمنا عن الفيستاتمنت. اه اللي هي الفي الشرطية. تمام? كما تكلمنا عن الفيسترينج. تمام? يعني اللي هي النصوص اه انا كيف مخزن نص بشكل العام. وتعرفنا على الاختلافات والانواع. انواع التي ممكن انا اخزنها قيمها. اخزن القيم في المتذيرات. طبعا في المحاضرة اليوم ان شاء الله. هتكون انتدار بسيط للمحاضرة الماضية في الف سنتكلم عن شيء بسيط ان شاء الله. وسوف نتكلم عن امر اخر في قواعد الجافا سكريبت او قواعد البرمجية على اللغوم. سنتعرف عن شيء اشيء اسمه السويتش. وهي كمان جديد موجود في جميع اللغات البرمجية. وينطبق عليه جميع القواعد ينطبق على نفس القاعد ان شاء الله. طبعا كما تعودنا دائما ان نفتح اه السي ام جي. تمام? ونفتح هذا الفوردر. كود سبيس دوت على الفي اس كود. طبعا اسمه هذا الفوردر هو سكشن سيكس. على رقم نديل محاضرة على هذا الدرس السالس ان شاء الله. طيب كما تعلمنا بشكل سريع. بننشئ ملف اتشتين ال. وارفنا ليش ننسي احنا بننشئ ملف اتشتين ال. هاته لما نشتهو على الموتصفه. نستفيد من الكومبايلر اللي موجود بلت ان دائما في كل الموتصف الحال. هذا اللي هو الذي فيه يوجد فيه الكومبايلر. الذي يترجب نصوص في الجابا سكريبت. طيب. دوت اتشتين ال. دوت اتشتين ال. وننشئ كمان لدينا ملف لسكريبت. دوت جاي اس. ويبسنا. ننشئ تمليل ترية. منفل جاذا سكريبت هذا. نربطه كو تعلمنا كيف نربطه من خلال سكريب. اسم السكريبت هذا. الان اهيق انا ضد منفل سكريبت منفل استمآن. انا قادر. بمجرد افتح هذا المنفل استمآن على اي متصفح. تماما بمختلف انواع المتصفحات. طبعا. آآ سي آآ زي مصطلع بسيط. يعني بالدبيل. لما نكون عارفينه وبانه اي متصفح بيكون فيني داخلي وش اسمه الانجين. تماما. الانجين ما هو زي ما نتخيله اللي هو شي اشي زي الكور. آآ ما وصفناه احنا. اللي هو الكومبايلر اللي يقوم في ترجمة نصوص الجافا سكريب. طبعا. هذا المتصفح المسمى يختلف من آآ متصفح حين الكرو. الى متصفح حين فاير فوكس. الى متصفح حين ايجي مثلا. آآ ولا متصفحات كثيرة. لكن يؤدي نفس العمل. طبعا اسماء عوية كتسميات. يعني قد آآ نستفيد منهم يعني بس كآآ فائلة ثقافية برمجية فقط يعني. لكن الجميع آآ الكمبايلر موجود في اي متصفح يعمل نفس العمل فقط. وهو ترجمت نصوص البرمجية للغة الجافا سكريب. طي تمام بكم ان شاء الله. طبعا في المحاضرة الماضي تكلم عن الف ستيتمنت. الف ستيتمنت بشكل سيء بسيط. ايا روح نبين او يسار فقط ايه true or false. امر جدا بسيط. الف ستيتمنت. آآ ضدقني يعني لا يخلو اهل نظام اكيد من وجود الف في الانظمة. ليش كيش يعني اف ستيتمنت. انا شو يعني بودي شخص يمين او يسار. انا بمجرد انو انا بضمن هذه الكوماند البرمجية هناك الكثير من الكوماند. هناك الفورلوبينج وهناك اللوبينج بشكل عام. والسويتش والفانشنز والف ستيتمنت تحديدا. آآ لا يخلو اي نظام برمجي. طبعا الذكاء الاصطناعي عنه العموم. عن الذكاء الاصطناعي لكل وبني. يعني لو تجد تفتح مثلا الاقواد البرمجية للانظمة اللي انبنت على الذكاء الاصطناعي تلقاه فيها مليارات. او حتى لا اتوقع ارقام بالبنيونز اف اف ستيتمنت اف. في اف داخل اف داخل اف داخل اف هي توقعات منطقية. توقعات المنطبية قدر ما انت اه بتحط متوقعات اكثر كل مكان. النظام بانتبنيته هو محكم حتى. طيب حتى الان لان نتكلام كلام انشائينا اريد الان ننفذ هذا الشيء بشكل عامل حقيقي. طبعا اه في المحاضر الماضية بشكل سريع وقلنا في عندنا اف مثلا بشكل سريع اذ اف. بداخل هذا المكان يسمى الكونبشي. سواء كان true. او يحتمل اجابتين او يحتمل طينتين. اما true او false. ايه تمام. وهذا هو البادي. طبعا لو نتذكر في بداية المحاضرات الاولى. تكلم ان الكود هذا او هذا الدوكيماء او هذا المكان الذي يكتب فيه منفل جافا سكرت على العموض. يقسم الى بلوكس. صحيح? متذكر شيء مثل هي. بلوكس. شين بلوكس. اي شيء. بين كيرل براكتس فهو بلوك. صحيح? وممكن بلوك يكون بداخل بلوك. والبلوك الداخل يكون داخل بلوك اخر. صحيح? فاذا لم يوجد راغت انه انا افتح للث. فانا كأني فتحت بلوك خاص فيها. بلوك خاص فيها لهذا الف فانا. اه طبعا اكيد احنا تعرفنا انه احنا في عنا اه في عنا عدة اه اشكال في تعريف المتغيرات في عنا الليت والفار والكونستانت. صحيح? صحيح? فانا على سبيل مثل لو عرفت الليت في الداخل. سوري في داخل هذي في هذا المكان مغنا. الليت. مثلا اكس يساوي عشرة فليقم مثل في داخل البلوك هذا. هذا الاكس انا غير قادر على اني افتحه. خارجيا. صحيح? كونسول دوت لوك مثلا. افتح عندي الاقي. ما قدر يقراه. صحيح? اما انا اذا قمت بالتعريف بالانفظار. تمام? نجح على الكونسول لوك. نلاحظ ان الفيكس تم قراتي. يعني قادر اشوفه. تمام? طبعا هذا الشيء رفف يفيدنا جدا الان ان شاء الله. مش بس الان طبعا. يا الان اصاعدني ان شاء الله. طبعا. اه فعادة تسمى او تسمى او يتم تعريف المتذيرات بلت. ليش? حتى ما يصير في افتلاطات. فانا ممكن ان يكون عندي البرنامج في الكلة تثير من الافتار. صحيح? وممكن استفيد من المتذير اكس هذا في اكثر من المكان. فانا المجاوض عندي لت اكس لت اكس لف اكس هذا اغرار تغير ان هذا الاكس تختلف عن هذه الاكس والاختلاع عن الاكس الخارجية. اما انا اذا عرف اكس بفار. الان سوف يعطيني مشاكل. مشاكل الاكس هذه والاكس هذه. لانه تم تعريفه اه بالاساس بمتذير اسمه اكس. كمام? فانا يفضل دائما بتعريف المتذيرات بلت داخل البلوكس. فان هذا يرجح كما على منطقية. هذا الخبرة تأتي صراحة صدقا اثناء قيامنا في انشاء البرامج وانشاء البرامجيات على العموم. كمام? فقبل ما نبنلش في بش انه هان المتذيرات. طيب سبب. نبنلش بقول باسم الله الرحمن الرحيم. طيب. نظر المثال سريع جدا عن ال اث. اه فليكن انا اعرف متغير بشكل سريع. مثلا اقول له late. متغير اسمه condition. مثلا. طيب انا بقدر اعرف متغير اسمه اكس يساوي true مثلا صح? لكن اه كلمة لت اكس و لت واي و لت اكس يساوي الخمسة اه عادة تفقد ان نبنل من بداية و نتعلم شي اشي اسمه الستاندرد كود او الكلين كود كود نظيف كيفيني كود نظيف? يعني كود انا ممكن انا الان اعرف متغير اسمه اكس. للقيام يعملين رعية. سبب? فانا هذا ال اكس لما بعد فترة مثلا بعد بانشاء هذا النظار. اه بدي انا انت اقرأ الكود اشوف ليس انا سوت هذا الشيء مثلا. تمام? فانا بقول اكس شو اكس? ما انا اي معنى اي لك انت كاد الزبر او كبير مبرمج صحيح? لكن اذا تمت اسمية هذا كل شيء مثلا باسم حقيقي اسم حقيقي. تمام? مثلا بلاء طبعا بلاء على شو اسمي هذا الاسم؟ على العملية التي تقن بها. مثلا بدي اعمل كل شيء معين فبس سمي متغير بس كل شيء. علما انه نفس الاشي سميته اكس سميته واي سميته بهذا الاسم ابا متغير بالنهاية. تمام? لكن بدنا من سين اليوم وطالع اذا بدنا نعرف متغير. تمام? نعطيه على الاقل معنى اه بسيط او ماد اليك انت تستفيد منك بحيث انه كمان برضو هذا الكود البرمجي الذي كمني بكتابته هذا الكود البرمجي يمكن انك في احكمال كرير جدا اه ان تسلموا للمبرمج اخر. وهذا المبرمج يريد ان اه ان يبني على الاقوال انت باريتها. ايه? ماذا وارد جدا. تمام? فلما تسمى المتغيرات باسماء غير منطبية هيك بتصير اذا بيسمى ايش اسمه الليزي كودينج او الكود غير يعني اه غير مرتب او غير مقروح. نه? فالفكرات بنسير مليون وطالع ان شاء الله نسمى متغيرات باسماء عقبية. مثلا انا بدي اعرف كوندشين احت اضعه في هذا الكندشين كوندشين كوندشين اي شرط اي شرط يعني كوندش منها شرط. وهذا الشرط بدي اسوي قيم تو يساوي تو طبع يعني متغير وقيم تو. اكس يساوي تو. ما ساوتش جديد. طيب تمام. وبدأ اعرف كمان على سبيل المثال. متغير اخر مثلا فاللي اقول. ليش فان في سبيس انا مرد بس او سبيسات. طبعا الممومن الامور كمان التي يحبب استخدامها. اه اللي هي كمان الكومنت. الكومنت. كومنت بسبيل العام. فانا هذه الاف اه وظيفتها كذا كذا كذا. اللي تعمل كذا وظيفتها كذا. فكمان من الامور المسيدة والمهمة جدا. ان تضيف اثناء كتاب كوادن البرمجيه. طبعا هذه الخبرة نحن نتكلم بشكل عام الان. نحن نبني ابني ابدا اي نظام برمجي. فانا لسه قاعدين منسلح انفسنا بالاسلحة. يعني من اوخل قاعدين لسه اساس. حتى لما يجي ان شاء الله. يعني انا اتوقف في الاسبوع العاشر. يعني تاسع عاشر. هيك نبلش في بناء الانظمة الحادثية. اتوقف. خلال هذه الفترة يعني بدنا نسلح انفسنا قدر الامكان بالاسلحة البرمجيه. تمام? ان شاء الله. فاني رجع ان شاء الله. طيب. يسود عرض مجردية اخر. فليقول هذا المجردية. يسمى result. فهر انا ابدأ اسمي المجردية اسمه result. طبعا انا انا ما ارجع الان الى القوات متفير اسمه result. فهذا شيء يدل على انه بدي نحط بداخله نتيجة. تمام? واضح جدا. فبناء على هذا الشيء يتم تحديد ان هذا الكود هو standard code او clean او لا. مجتوى نظافة الكود. طيب تمام? نكمل ان شاء الله. في هذا المكان. if condition. if condition. في مشكلة. مشكلة. فاذا كانت بيمت كتبه خطأ. كتبه خطأ. كتبه خطأ. كونديشن. سوي. كران كتبه نيةك صح. كونديشن. طيب تمام. if condition. تمام? اذا كانت بيمت الكونديشن تروا نفذ. صحيح. إلس نفذها إحنا عبادة نستفذل الآن الإث من دون الإس بداخل هذا الإث بدي أضيف مثلا عرف متغير أقوله في حال كانت إذن بين سترينغ ذا إتس 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 شو مثلا بأسبوع يعني قلتها البسيط إلس بشكل سريع إلس تمام إلس إتس فالس هذا مثلا بسيط ليش نسوي هذا المثال بس عشان يعني بشكل سريع عشان نبدأ المعضر إن شاء الله آه صحيح نح هذا المكان يحتاج تغيير وهو عبطاني إيرور الآن طاني إيرور أقولك هذا ما هذا المتغير بش موجود فأنا كان في مشاء عشان أنا ليرتون وما غيرتون صحيح تمام صحيح أشفر الملاحظة جلي سويته الآن هذا عضيق إن شاء الله طيب الآن راح الإيرور البسيط لك طيب تمام إلس result it's false بدل it's false الآن الكون الكون هذه متى راح تأخذ قيمة هذه القيمة هذه القيمة متى سوف تكون أعرف قيمة الـ result بهذا الاستيبنج أو بهذا الاستيبنج بناء على الكون هذا الكون خلينا نقول نطبع console dot log dot log لمين لا الـ result بشكل سريع لا results منطقيا راح لنجمي لأخير شو تكون قيمة الـ result هذه بناء بناء على التتبع الأقوات أنا قليل تمام بناء التتبع الأقوات قيمة قيمة الـ result راح تكون هذا المكان لماذا لندخن في مكان true في هذا else إذا كانت false طب كيف عرفت انها true هذه قيمة الـ condition هل هي true تمام نروح نشوف على الـ console log في Chrome بشكل سريع تمام هذا الـ console طبعا أريد بجاء و أكرر أنا طبعا بإمكاننا نزل extension يعني يعمل لك الأوامر في هذا المكان في هذا المكان يعني طالنا لك true والـ false والـ console هي بشكل سريع في هذا المكان ليش أنا نريش وتعمد الوصول للبروزر لأنه لما حكيت لما نبلش في المشاريع في الأسبوع التقريب التوقع التاسع عاشر في هذا البدود تمام رحو رح نستخدم هذا المكان كثير 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 يعني الـ console والـ resource والـ network هذه الأدواة الـ developer و رح نستخدمها بكثرة فأحنا بدنا نتعد عليه نتعد عليه تمام عشانك ما بدنا نسهل حال ما يكون في سريع في هذا المكان وين الـ vs code في هذا المكان يعني يعني بهذا المكان بكأن أنا أطبع في هذا المكان لا لا ما بدي الآن ما بدي الآن بدنا نعتاد الآن على إنه في عنا إش يسموه تصفر browser وبداخل browser to inspect element أو dealer tools بدنا نقوم عليه طب الـ result الـ console روح على الـ console من ناقي طبعا إتس true القيمة قيمة الـ result لطبعها إتس true ليش إنها true طيب تمام لا في شي بسي نجرد إنه أنا أغير قيمة الـ الـ راح وبطباعة الآخر الثاني أمر جدا بسيط وزاني إن شاء الله it's false طيب بسيط طيب شو الفكرة من هذا الشي إحنا تكلمنا فيها وغضاش أمر جدا سهير أوكي ماش صحيح لكن مما تعلموا الآن من ما يرودوا الآن إنه هذا هذا الشي بإمكاننا اختصار طبعا إثنا كمان بدنا نتعلم كيف نكتب الأكوال برمجيا ونتعلم الإختصارات وكيف نختصر هذا الشي بسكل سريع وهذا الشي قوي برمجيا من البداية واحد من البداية يتم تسجل بسكل سريع تمام في رندي أنا طريقة مختلفة تماما مش مختلفة يعني بس بشكل بسيط تأتي بسطر واحد هذا الكلام كل بهون وطنع سطر سطرين ثانات يعني تحصل سطر عشاب أطبع شيء بسيط جدا طبعا هذا الشي بإمكاني اختصروا أو عدة ساعة أو ثمان أصطر تمام اختصروا بالشكل أفضل كيف هذا الشي ممكن يصير طبعا نفس هذا طبعا ملتل له كومنت ملتل له كومنت طبعا بإمكاننا أحكي له قيمة result which result هذا result تمام result يساوي result يساوي بناء على condition بناء على condition بناء على condition هيك بناء على condition مع إشارة الاستفام أعطي قيمة true أعطي قيمة هذا string إذا كان true طيب وال else سيبدأ أمثلها بمجرد إن أحط الإشارة منقطة هذه هنا كبر عشان نشوف الإشارة منقصة تمام وإلا إذا كانت false أعطيها ما بعد هذه الإشارة المرقصة فإن كيف هذا سطر يمثل هذا الشي تماما وانت تتخيل شيء بسيط لكن f علي لما تجلب وابسكلي الأكبر لفك جدا كبير ويكون بداخلها جدا كثير من الأوامر تمام لكن تخيل أن هذا كله طبعا يحب الدعم هذا بحمل أساس حالنا على الأوامر البرمجي وكيف أنه أصير محترف برمجي تمام دائي جدا أنه نتعبق على كل الإختصارات وهذا شيء جميل يدى إن شاء الله طيب كيف سويتك التالي أعطي للقيمة الريزولت طبعا أنا أعطيته خيارين هذا الخيار الأول وهذا الخيار الثاني طب يأخذ هذا أو هذا حكيت لبناء على هذا المتذير اللي اسمه condition بعد إشارة الاستفام إذا كانت تروح مباشرة بعد الاستفام يعطيه قيمة إذا كانت فونس ما بعد إشارة التنقيط أو هي إشارة التنصيص إشارة النقطة بأسيات طيب فنطبع اللي هو الآن الكون فانجل روح نشوف الآن شو نطي شو يعطينا refresh طبع إتس فالس هذا يدل على قيمة الكون فالس طيب نظر بشكل سريع الترو الترو تمام فانجل يعطي القيمة الأول اللي إتس ترو تمام اذا روح نشوف نعم هذا الحكي صحيح وجميل الشورتكات هذا يسمى الشورتكات الافتصالات طبعا إنتنا لبدأ رح نكتب أكواد برمجية وأصطر كثيرة يعني تمام فإحنا من الميجزات تكون يعني عندك مهارد الافتصالات وكذا تخفف من الأكواد برمج بالتالي تسلع من البرفورمانس وتقوي من البرفورمانس سعى الميضان سبعة نتعلم يعني خطو وإن شاء الله معلومة بسيطة إن شاء الله ودميلة إن شاء الله تكون طيب الآن بدنا نأخذ كمان معلش مثال آخر بفكرة أخرى بفكرة أخرى طبعا ما بنأخذ نفس المثل إحنا ما بنكرر أمثل لكن إلا لغاية لغاية أن يكون فيه معلومة جديدة إن شاء الله طيب تمام على سبيل المثال أنا قلت لوحد سوي لي برنامج حكاة لوحد طبعا لرقم واحد إذا كان نيوم لثنين طبعا لرقم لثنين إذا كان نيوم لثنين طبعا لرقم ثلاثة يعني بسيط لكن هي الفكرة تمام شو بسوي أول شي بقوله إيف ماذا راح يقول لي مثلا يعرف المتغير خلياكم مثلا صحيح المتغير الليت خلياكم مثلا الليت متغير اسمه X يساوي لا خلص name تمام ها المتغير صغير ونص اللي من المعنى أما إذا كان X شو X ما بعرف 20 X أما داني هذا متغير يدول على أن ممكن يقلقين اللي بداخل أحدث مع السبور ستردي صندي مندي وعند وعلى النسب المتغير آخر فلياكم مثلا ترقيم اليوم مثلا ترقيم اليوم على شي يدول ترقيم اليوم مثلا اليوم الأول اسمه الأعد فكيف بدأ أعرف هذا المتغير فليت شو أسمي مثلا day of week مثلا day of week طبعا قامل ما أكمل بعدش بدأ تكلم مشكلة سريعة في لو تلاحظوا أنا قاعد بكتب تسمية المتغيرات بطريقة معين في هذه الطريقة بتسمية المتغيرات طبعا أنت مخير باسمية بتسمية طريقة بالذكية لكن يكون مقروف اللي هو مثلا حرف capital بعدين of هذه تلمية day of week من كم كلمة تتكوّر من ثلاث كلمات day of week تمام ففي طريقة تسمى camel case camel case يعني جمل camel case string camel case يعني كل كلمة أول حرف من كل كلمة تمام توضع نثرة بالكابتال نثرة أو بالاسم والنتر أو بالكابتال نثرة day هذا day as it of أول حرف capital فتسهل طريقة الكتابة أما إذا كانت كلها small بصير فيه صعوب ومروات باختلاط معه في الأعرف لكن هذه الطريقة تسمى camel case تسأل تسمية تسمية حلو كمان تتبر ثقافة يعني شو يعني camel case واحد قلت به طريقة تسمية الأسماء بكل إذا كانت مكونا من أكثر من مقطع مثلا أنا ودي أسمي طبعا لأعرف متغير معانك متغير ما بقدر سمي متغير مثلا بس day هذا day 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 of week day of month يعني ممكن يكون متغير طويل جدا ومعنى واحد ما له معنى يعني السيداع حتى سيدال على معنى كمان فهذا يقطع إلى قطعة زغيرة مام day of week هل يطريق يسمى الكامل case ما بناشي طويل فهذا أمر جدا بسيط إن شاء الله وجدا جميل جدا جميل day of week day of week day of night طب نكمل المثال أنا لو بدي طبق من واحد سوي البرنامج بسيط بناء على ترتيب هذا اليوم مثلا إذا كان الترتيب اليوم الأول سندي تمام إذا كان ترتيب اليوم الثاني طبع المندي صحيح طبع نعم بسيط وعرف متذيرين طيب تمام أول شيء مخطف في باله طبعا حكيت لو 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 يعني حفظ فراش يجي يقول لي if if مثلا راح يقول if day of week أي ترتيب اليوم تمام هنأطف بداية ومثلا ترتيب اليوم كالتالي day of week إذا كان ترتيب هذا اليوم هل يساوي الأول طبعا شو حطيت double equal double equal تختلف عن equal equal اللي واحدة تعني أعطي قيمة إذا حطيت double equal معناها هل يساوي آه يمن هل يساوي معناته بنتظر إجابة true or false إذا كان فالآن day of week تقرأ برمجيا إذا كان day of week هل يساوي واحد اعمل للتالي console log مثلا console log تقرأ يعني تطرفي بالو console log مثلا آآ سطر دي مثلا sunday صو sunday sunday الأحد ترتيب الأول ممكن آآ sunday هيك رحي تطرفي بالو else رحي يكتب لي else صاعد else طبعا else مباشرة هيك خلاص رحيكون من لا لسا else f طبع تقدر تضيف f بالداخل وممكن بما بعد تنقل if else if 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 كانت مثلا day if طبعا ما راح احط للأيام احنا راح احط ايام بسيطة احنا راح اثكها task بس اسول فكرة day of week اذا كان هل يساوي ثاني مثلا تمام لا والله اطبع الكنسول log monday صحي دي تمام اطبع لي مثلا monday نسوينا كمان يوم مثلا ثاني else هنحط else 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 شو هذه الغريبة هذه else اين else else f دي ترتيب هو الثالث كمان اطبع لي مثلا thursday thursday تمام طبعا نبا 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 اطبع اذا كان ترتبة طب خلينا نعطيها هنا نحكي طبعا هيك احي دي افويت مثلا اذا كان سبين تو شو لازم يطبع من بين هذلك كلهم لازم يطبع اليوم و monday صحيح اروح نشوف احطتوا هاي رقما ثلاثة للدي الفويق طبعا هذا ما استفدنا منه الآن يعني الآن بحكي طبعا ممكن مثلا بطريقة افضل من هيك اختصار اختصار هذا اختصار هذا اختصار هذا مثلا بداله اضيف مثلا اقول دي نيم بهذا المكان هيك افضل هيك افضل دي مئنين عطيها قيمة اه sunday بشكل سريع sunday واشكو بيتي هذا المكان واليوم الثاني يكون مثلا monday وفي اليوم الثالث يكون third day third day ممتاز امام وبالنهاية هو نحط مثلا console console لعنا console لا اله الا الله عن الشناء الماوس وبالبطاريات الكيبور console log اطبع لي اطبع لبيمة الداينة نشوف شو هو اللي اخذه من بين كل هذولة سبب فاترة ببات ايام راح تشط if 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 معاكدة صحيح منطقية تمام مرة نشوف قطينا قيمة الثلاث اذا راح يطبع لي اللي هو third day صحيح تمام الآن طبعا انا لو بدي اصوي برنامج مثلا اطبع لي الاشهر او كذا بنفس الطريقة تمام تمام طبع بدل ما ظلت حط if 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 وكذا وكذا فانا بناء على هذا الشيء بدنا اليوم نتعرف على شيء يجبني ان شاء الله ايش يسموه switch switch ايش يعني انا بحددك من اكثر هي عبارة عن اكثر من خيار اكثر من خيار اخذ مثال المثال يوضح افضل طبعا مثال بنفس الطريقة طبعا اتنا if if اتكتوبة سبعة ورات يعني اضب كثير طمام switch هو امر جديد وهو الامر اللي تعلم علي ان اتعلمه اليوم ان شاء الله كيف يدبطه switch طبعا انا خلينا نلتعك اول شي فقط علمنا كيف نعرف المتديرات ثم تعلمنا if statement طبعا يعني لسه وهذا الآن سوف نتعلم جملة switch هي command موجودة في كل اللغات البرمجية يعني باللي بتعلم python فيها switch نفس الطريقة اللي بتعلم c plus فيها switch اللي بتعلم كل نفس الشي وهذه يكملنا جمال اللغات البرمجية يعني انت تتعلم لغة لو بدك تتعلم بعدين لغة اي لغة اخر الوراء بتلاحظ انك تتعلم يعني تشترك جدا كثير لكن الاتلافات فقط يعني انه بالsemicolon في بعض اللغات فيها حال طه انا مثلا ما اضيفت semicolon اشتغل اضع javascript javascript بشكل عام اذا ضغطت semicolon انهيت او لم تنهي لا يجد اي مشكلة تمام اضع شي جميل طبعا احنا امضيف ويؤبذ ويحبذ دايما الى اضافة semicolon طبع كيف تكتب السويتش بدنا نسوي نفس هذا المثال نفس هذا المثال هاي بدي اعمله كومنت تمام بهذا المكان وخلي هذا الكون مكانها بنفس هذا المثال ولثلاث ايام طبعا اه يعني لثلاث خيارات طبعا بسويتش توضع اهت السويتش هذه السويتش تمام طبعا السويتش صيغة السويتش كيف تالي اه طبعا العلم لديكم شغلة اه لما تفض اث واي شيء بين قوسين اي شيء اي شيء بين قوسين في اللغات البرمجية كلها يسمى 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 اي شيء يضاف بين قوسين في اي لغة برمجية يسمى قوسين هلولا تعني يعني تعني باراميتر باراميتر هذا يسمى باراميتر فعشان انا نحكي بوسين مش بوسين خلص ننسى نحكي بالباراميتر هذا لسويتش كلمة سويتش ثم باراميتر ثم بلو يا سلام لحد الآن زي كانوا بنسويف في اي شيء اسم كيس وكيس وكيس وبريك يعمل يبريك شيل هذا الكنار وشيل هذا الكلام ولك هذا الجملة في السويتش بإن كانك أنت تدخل عندي قيمة وتعطيني أكثر من كيس أي أكثر من كيس أي أكثر من اهتمال أو أكثر من مساب كي وذالي طبعا الكي مثلا تضيف مثلا تقيمة ون مثلا عندك كان كيس فأنت تبقى في الكيس الأول إذا كان الكيس يسأل ون نفذ الأوامر في هذا المكان يا سلام أجمل بسيطة جدا إن شاء الله تمام فرتقوا مثلا كونسول لغ كونسول لغ طاقة بسكل سريع كونسول لغ ون بس شيء طعم ونحط مثلا كيس تو مثلا إذا كان كيس تو مثلا وكيس سكوار يكفي يكفي على تو وهذا سري وهذا فورا ويتمان هذا كيس ون إذا كانت كيس ون إذا كانت هذه الموضوع يذهب وهذا أو أو إذا بنفذ هذه الأوامر لهذا المكان أوامر في هذا المكان ون يمكنك بهذا المكان إذا كانت أوامر كثيرة يمكنك تضيشة في اه في شو اسمه الله مسلمة فيه بلوك اخر مثلا اذا كان ذلك اكثر من امر لتنفيذه. ماذا لا بيكانك اضيف في داخل بلوك في هذي في هذي الطريقة واذا تطبع مثلا اتحط الاوامر هوان مثلا الكيز وان انفذلي كل الاوامر هذي. لكن اذا كانت امر واحد ما في داعي تضطي الكاميراكتز خلاص نفس الشي بيقول لك انه ايش نفس الشي ان شاء الله. خلينا عشان نفهم اكثر. طيب هذا كيز الوع. طيب تمام. فالان بدي احكيله انا اطبع لي اطبع لي كيز وان. طبعا انسانا هذا من الان ان اتوقف لنا ايان. طب خلينا نجرب هذه الان شو منتوقع لازم يطبع. الاصل اذا كانت قيمة وان لازم يطبع لي وان. حطيت تو لازم يطبع تو. حطيت ثري لازم يطبع واكب. طب خلينا راح شوف. خلينا راح شوف او. منلاحظ ايش? طبعا الان والتو والثري والفور معنات انه باقذر. معنات انه اللي حكيته الان غلط. انا تريد اللي حكيته مش غلط. لكن. عشان اللي فلي شو اللي صاره كالتاني. اللي صار انه انا حكيت له اذا كانت او اذا كانت او اا بدك روحي على الان. اذا حكيت له تو. طيب خلينا روح اشوف انا عن مليو بثلا. تو. تمام? تمام? الان لما حطت وان طبعا احن كله. طبعا احطتو. طبعا احن كله. بس نسل وان. شو المشكلة خلينا روح نشوف مثلا. طب خلينا احط ثري. خلينا احط ثري. بلاحظ انه ايش? طبعا الثري والفور. طيب. وده حطيت فور راح اطبع لي بس الفور. فعليا شو اللي بيصير? فعلية شو اللي بيصير? اللي بيصير كالتاني. بقولك بروح بدور لك انا كسويتش. على الرقم اللي موجود هو. اذا لقيتو. بنفذلك اياه. وبظلني انافذ كل اشي موجود حتى ما خلص لبيلوك طبعا. ما استفقناش. فعشان هيك. انا اذا بدي انافذ فقط الاوامر اللي موجودة في الكيس. فيه عندي امر اسمه بريك. نزي بريك اكسر. اما? شو تعني بريك? بنك شو شو ماذا تعني بريك? ايوة. ماذا تعني بريك? بريك تعني. طبعا هذا الامر هون. بنيك بريك اه بتعني انه انا اذا وصل للكمبايلر اذا هذا المكان. اذا وصل الكمبايلر الى هذا المكان. اطلع لي خارج اللي بلوك اللي انا فيه. هذا البريك لأي بلوك تتبع لهذا المكان. طبعا اه لا كنت احكي معلومة بس خارج خطبت الامور انسى. فالان خلينا روح نشوف الان نحط قبل سوية خطينا وان طبع كل الشي. الان خلينا روح نشوف طبع فقط الوان. شي اللي بريك بالله خلينا روح نشوف الشي اللي بريك. نعم. روح نشوف. اضحهم كلهم فهذه الليها اهمية جدا مهمة. فالان بعد كل كيس من اليوم وطالع بنصير نضيف شي ايش اسمه بريك. تمام? بنصير نضيف ايش اسمه بريك. انا بريك. وهو انا بريك. وعرفنا شو الفائدة من هذا الريك. انا لا لا لا. هذا عشان ارطلها افضل بحب التعسيب. هاري ايه السلام ايوان ايه مرتب افضل. بحب او الطريقة هاي افضل. فهذا جزول. طيب. اذا كانت كمان كيس 2. تمام? طيب وروح فقط ينفذ الاواظر اللي موجودة فيها. كيس 2 فقط. وهذا شي جديد. طيب. بمعنى هذا هذا فقط تعريف للسويتش. تعريف للسويتش. طيب. انا كد اصلا انه بتنسو الشي نفس طريقة الايام من الاسبوع. اذا كان اليوم الاول هو وان. اطبع وان. اذا كان تول اطمع تول. لكن باستخدام ليسويتش. يا سلام. فانا كيني بحكيلو. اذا كان الدي اف بناء على الدي او اف وي. بناء على الدي اف وي. دور لي على الكيس المخصص لا. وبادل هون الكونسول مثلا. الكونسول مثلا. انا اريد نشيل الكونسول. اه. نشيل الكونسول. اه نحكيلو. احنا في اليوم الاول الدي. نام. في هذا المكان. اعطي لي اياه مثلا. تمام. اعطي لي اياه هذا الاول. ست. ستار دي. وفي اليوم الثاني. سريع. يوم الثاني وهذا اليوم الثاني. وهذا اليوم الثاني. وهذا اليوم ستار دي. شو ستار دي. لا. سن دي. سن دي. هذا مان. دي. والثارس. سيرس. دي. والرابع والأخير. ما كانش في رابع في وصح. سن دي. سن دي. من دي. سيرس دي. وينس دي. ما كانش في رابع. اسمش مشكلة نضيفة. احنا يقول. نس دي. وينس دي. وينس دي. اتوقع هيك وينس دي. ما اعرف. مان. لش مشكلة. طيب. طيب. الان. هذا الاسويت. الاسفة اصبحت تكافب. بدلا ما ظنى. اس 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 اس. ليش? تتعلموا ليش? ان شاء الله قدام كمان. لا نشطلش. ما ظن نحكي لقدام لا قدام. لانه. في كثير لسمهم. كثير من الامور مخبئة لسا لقدام إن شاء الله. اه. انا انا نتعلم شي اسمو. وانا نتعلم شي اسمو. وانا نتعلم شي اسمو. مقدار تعقيد الاقواد. مقدار تعقيد الاقواد. ما? فكل ما هبت تعقيد الاقواد. كل ما زاد سرعة البرمج منطقيا. صحيح? فانا الاس بتاعي شوي. بتعطي شوي تعب على على الكمباي. اما الكيس بتقذلي شوي. فانتهاء بناء على انا يعني فهمك واللوجيك تبعك البرمجي. يعني ما يكون لندك كل السيارات موجودة. اه بتقدر تختار انا بهذا المسال. بفضل اي استخدم السويتس افضل من الفاتس. مثلا. او الفات في انرون مسيج. احبينه بشكل سريع. احبينه. طب. تمام? فهذا هو الوينز دي. والصادر دي والصاني دي. فاخنا ننفذ البرنامج صحيح. تمام? نروح نشوف. اذا كان الترتيب ترتيب اف دي قداش? ثانة محطوظ ثلاث. فلازم يطبع ثري ثلاث دي. نشوف. والله حكي صحيح. والله صحيح. طبعا لي. طبعا هذي الاولى هذي المكان. خلينا نروح نشيله. لما تختلف على الاكواد فقط هذي بليان هنا. او خليهم. تمام? اي طبعا لي. بمجرد انه مغير مثلا هذا دي اف ويك. اذا كانت قيمة اربعة. اذا كانت قيمة اربعة نرجع لهذا. سويتش. دي اف ويك. شير دي اف ويك. هو متغير. بليان عدقية مثلا المتذيلة. اذا كان اربعة. بيروح مباشرة عدقم اربعة. وين اربعة هذا هو. بنفذ كل الامور اللي بيداخله. ما? بنفذ كل الامور اللي بيداخله. واه اول ما ينقل بريك خلص بيطلع دول بريك. هذي جملة السويتش جدا مفيدة. جدا مفيدة. وتهلدا في خلال الامور البرمجية. نعم. اه. طبعا هذي اللي هي جملة السويتش. طبعا الاف اللي لها اختصار. بسيط. اختصار بسيط لكن الاف اللي لا يده اختصار. لا يده اختصار. طيب تمام. طبعا في محاضرة. اه في تواصل معي عدد كبير من الطلاب. عدد كبير من الطلاب. اه يعني ومقابل. في تواصل معي اشخاص لكن بفكرة مختلفة. شو هي فكرة الاولى يقولوا لي اشخاص ولا يقولوا لي ثنة يعني وعداد كبير يعني في عدد محترم يعني لا توقع سمعه الثنانية يعني عدد كبير. عندنا امتحانات في هذه الفترة. عندهم امتحانات في هذه الفترة في هذا الجماعة ويحابين يظهر عشان ايش? عبي يستمرار. تمام? بالمقابل يعني حبيت اوقد يعني رأي بعض يعني بشكل عام يعني بشوف اللي فيه اشخاص بيقول لك لا كم من المحضرات مسجلة من المسجلة. عشان ننضج مع الاطراق فقط عشان يعني نكون مع بعض ان شاء الله طبعا انا شايف انه قادرين ان شاء الله حتى مع المفضلات الماضية انه نستمر بشكل استمر. لك انا هم شي اهم شي انا نطبق كل الامور اللي احنا ناخدها. تمام? اه بذل حالي يعني بذل ناخد فقط امور بسيطة يعني مثل اليوم فقط اخذنا الستويتش وجملة للشورتكوت هاد امور لشخص يعني صارعة داخل المرمج جديد يعني درس دسم. اعتبره انا اعتبره درس دسم فرغة لشخص الداخل المرمج جديد. امام? اه فعليا اه يعني انا بنظر طبعا احنا نسه هذو الاسبوع الثاني حتى لم نكمله اسبوع الثاني. انا اتوقع في الاسبوع العاشر. فعليا رح يكون معنا كم منتاز كم منتاز من المعلومات وسوف نعد في بناية حكير البرانج. تمام? هذو بور اسبوع العاشر. احنا نتكلم عن ستة وشتين اسبوع. اي نصف سنة من التعليل تمام? فما بدنا يكون فيه الغضعة الغضعة الغضعة. في كم اشخاص قد وصل ويقولي لي. اه شو عادة بتعطينا اياه شيء مصيط. اه اه اتقبل. 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 وكذلك للمرة اخير. للمرة اخير. اتمنى. اه صدقة. انا اتعامل مع اشخاص وكأنه اول مرة يتعلم برمج. انا اول ما تعلمت البرمج. هذا الدرس مثال هذا كنت اعتبره درس دسم. فالتطقة. فا اه اشكر ملاحظة. تمام? سوف نبدأ بها مثل ما بدأنا كما سوف ننتح ان شاء الله. احنا قدار احنا متكلف 26 اسبوع يعني نص سنة. نص سنة قدارنا ان شاء الله. تمام? واحنا اسبوعين. تمام? اه سوف ننتبه تعلم. تدريجيا تدريجيا سنصل ان شاء الله الى ما راحنا علي. بإذن الله. وهذه اه اعرضتكم اه مثل ما اعتقدوني الثقر. لان احنا نساء الله. بالنهاية يعني نكون. انا سوف اكون اضطرها في الثقة. شاية تكون قدار الثقة. اتمنى ان ننشي على الخطة كمان. طبعا اكتفي. تطبعا اكتفي الى هذا المكتفى للحد. طبعا افي اخر محاضرات اخر معنى ارسالها. لا. هذا الاشي ان شاء الله ما راح يصير. سيح ترك اي حج ل اي احد ان شاء الله. وللينا كمان شخصيا. الان تبطى مبعد المحاضرة. نبدأ في اكتكتها ان شاء الله. ونرسلها نعتذر انا اعتذر. صار في تأخير انا اسم. تمام. لا لا راح يتغير اذا الشيء. راح يصيرك مباشرة اخر. اه فعلي انت اكتفي لهذا الحد. طبعا افتح لمايك افتح لكذا. حد بي عنده اي سؤال استفسار. اه اه في هنا سؤال شخص بيقول لي انه ما هو الفرق بين اليوساو والمسويساوي. السؤال المهم جدا. طبعا فيه قبل وفيه شخص اه اه كيف اذا كتب دي وبقى اربع اسطور. اه 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 حاضر 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 حاضر. يبالله خلنا نركز كنا مبعد. خلنا نركز كنا مبعد. خلنا نركز مبعد. في امور اه برمجية سبحان الله. اه مهمة ومفيدة وجميلة. حتى طريقة لك اه كتابات. تغير الركز. تمام. الله مصالح سيد سيد محمد. اي انا رحل حالكي. هذا كيبورد صعيد. بس قبل بقول هذا كيبورد. مثلا انا اذا قاب بكتب هادة السيء هكا знаком shake المكان هدا الكارسر, سوف اتمنى هنا الكتابة. اذا حطيت هون الكارسر مش راح يكتبوهن. واذا حطيت هون الكارسر مش راح يكتبوهن. ايه تمام. فانا اذا كثرت عدد الكارسرات. راح يكتب ليهن اكثر من المكان. كبسي بهذا الشي. بقول لي. تحق الت. شو الت؟ هذي الت. تكبس عليها. بالضبع كبس عليها في إصبعك. تمام؟ وانت كابس عليها في إصبعك. تحط هون مؤشر. وظون مؤشر. وظون مؤشر. الأفضل اللي لدي واحد. مين ثلاث أربعة خمسة. إذا بتكتب سير يكتب في كل مكان. انت عليه كيف؟ هذا هي الاختصار الأول. صار جميل. طيب. شو في اختصارات أخرى. أنا شو سويت كمان ما بعرف. شو كانت ملاحظتك. أنا وانا وانا بكتب صدقان يعني خلط واحد عثات. يعني قبل اتعود يعني. فأنا اي حدا بلاحظ اشي يخبرك. لاحظتها. عاد. عشان انا نتكبرت. في كثير من الزرات. مثلا. اه صحيح. في مثلا. بدك تعمل كوبي بي. بشكل سريع. مثلا. مثلا. هذه الأقواد هذي كررها. بشكل سريع كالتالي. مثلا. بشكل جميل. مثلا. تمام؟ كيف بتصير؟ بتأشر. يعني بتحدد الجزء اللي تريد ان تكرره. تمام؟ وبتضيف عندي. بتكبس shift والalt وساعة من الأسفل. شو shift والalt. هذي هي shift والalt. تكبس هذي بأصبع. وهذا السريع للأسفل. كل ما تكبس سريع للأسفل. كل ما كرر لأكثر. مثلا. هذا السطر يكرره. مثلا. يريد يكرر هذا السطر مثلا. تمام؟ كالتالي. اه. انا كابس الآن. shift والalt. اظن يكبس لتحت. 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 وهذا فقط افتصارات جنيلة. تمام؟ تمام؟. طبعا. كويس. ملاحظة. اي شيء تلاحظوه كمان. انه ما ما بعرف يعني. واحد انتلاف ما بيكون بلاحظة. انه يكون اعتاد. عن اتكتابة. اي افتصار شيء. صار نكتابه كذا. عاد يوقفني. وقل لي واقفني. المراحظة جدا. ما في سؤال هنا في شخص. مع ليش. هينددد نرجع له. في شخص بيقول لي. شو الفرق بين انه اسوي. اكس. يساوي. واحد. او اكس. يساوي. يساوي. واحد. ولسه في كمان في اشي يسمو اكس. اي 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 ا او اي متغير يعني name يا name يا هذا الكلام التقيم تحت d name في هذا طيب شو يعني يساوي يساوي دار اليساوي معناها X هل يساوي واحد وتستخدم عادة في conditions والامور الوجيكس المنطقية مثل او ال if بهذا المكان بهذا المكان اف قلني نفتحه مثلا فانا في هذا المكان اذا حكيت بس if day official week وكأني عطيت قيمة الويك كانت اربعة وكأني غيرت قيمته وصارت واحد وبالتالي لن يطبع اي شيء من هان وخربت يعني بغير قيمك انه اعطي قيمة الى سؤال هذا هو وان شاء الله اتمنى انها تكون وضحة ان شاء الله اتمنى انها تكون وضحة ان شاء الله تمام تمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة